مرحبا كيف كون شو اخباركم نرجع تلكون انا حياة بوصفة صحية جديدة وصفتنا اليوم مناسبة لنظام اللو كارب نعمل خبز الشوفان مع بعض من دون خميرة خبز خالي من الجلوتين بطريقة سهلة جدا جدا هحتاج لطحين الشوفان طبعا هاد هو الشوفان يلي الصحي مو هاد هاد المعدل اللي كلاسيمي تبعه مرتفع لذلك خلونا نستعمل الطحين الشوفان يلي هو بالاصل من الشوفان مطحوم من الحبة الكاملة اه عن انا نخالة الشوفان هاي كمان بجيبها اللي هو موجودين بالمانيا بقدروا يجيبوها من الدي ام ابن يعرفي على انخالة القمح طبعا انخالة القمح ما بنستعملها لانه ما فرقت أي وعن التهم فنحنا بنانخالة الشوفان والشوفان لحتى تكون تشكلMin وصف خالي من الجلوتين رح استعمل كمان بزور الكتان وملح البحر بزور الكتان وملح البحر بزور الكتان مطحون جاهز ونصف كوب من انخالة الشوفان معلقة كبيرة من بزور الكتان راح اطحنه ونصف معلقة صغيرة ملح و200 ميلي ماء ساخن تقريبا هلا اول شغلية راح اطحن معلقة بزور الكتان بعدين بحط المواد الجافة كلها يعتما بعض متل ما حكيت كوب ونصف نطحين الشوفان مطحون جاهز الشوفان ما تحنته بالبيت وحطيت لنخالة وزور الكتان اللي تحنته ونصف معلقة صغيرة ملح بعدين ببلش اني ينزل المي شوي شوي وبعجن هلا اللي بيحب انه يضيف بيضة لحتى يطلع قوامل خبز قطرة ممكن انه يضيف بيضة ولكن انا راعت شعور اللي عنده حساسية البيض فمرضيت اني ضيف بيض نهائيا هلا العجينة حتكون عندي مدبقة وملزقة بهذا الشكل راح بتركها عشر دايق لربع ساعة بتلاقوا اللطحين غب كل السوائل وصار عندي بهذا الشكل هلا بدها نقيدي زيت لحتى تقدر شيل العجينة بطلع العجينة وبلش اني قطعها لكورات صغيرة شايفين كيف السوائل كلها يعتها راحت اول شي انتو شو بتفكروا انه المي كتيرة ولكن لما تتركوها لترتاح بتلاقوها غبت كل السوائل بهذا الشكل هلا بقطع العجينة لكورات متساوية بهذا الشكل وبقطعها وبجهزها هلا فيكن انه انتو تمدوا الخبزة بطحين بطحين شوفان وممكن انه تعملوا اه متل ما انا رح اعمل ومتل ما عملت بخبز الاربع معالق رح حطة بين ورقتين زبدة ومدة ورقة كتير بجهز الخبزات كلها يعتن على ورق الزبدة اه بعدين اه بكون حمية المقلقة متل ما عالكم شايفين رح ارجيكم كيف الطريقة اه مشان اللي ما شاف فيديو الخبز الاربع معالق الكيتو دايت اه تكون عنده صورة واضحة بهذا الفيديو بحط القطع اللي انا كورتها بين ورقتين زبدة وبمدة بشكل كتير رقيق بزبط شكله بشكل دائري وبقيم الزوايد متل ما عالكم شايفين هي ملزقة معي شوي بس ما في مشكلة اللي بيحبي حط طحين ويمدة على طحين شوفان ما في مشكلة ولكن هي الطريقة انا برأيي افضل لحتى ما انا اخد سعرات زيادة هلا هي بتنشال معكم من ورقة الزبدة بس انا رح خليه على ورقة الزبدة رح قصة اه بشكل مربع صغير يعني بحيث انه يقدر اني حط الورقة بالمقلعة والخبز رقيقة جدا بهذا الشكل بدها ان الورقة الزبدة نتفد زيت وبمدة عليها الكرة الشوفان الخبز الشوفان او عجينة الشوفان اللي انا ساويتها بهذا الشكل بجهزهم فوق بعض شايفين ولا بيلزقوا ولا بسرلهم اي شي بتشتغلوا على مهلكم بكل رياحة بعدين بجيب مقلاية بحميه على الغاز بديها تكون حامية وبحط اه خبزة الشوفان اذا ما انشالت معكم من ورقة الزبدة بتحطوها هي ورقة الزبدة على المقلاية بتلاقوها بس تنشاف اه بتنقام معكم بكل سهولة ما بتلبقكم وبتكن اذا انشالت معكم من ورقة الزبدة كمان ما في مشكلة بتحطوها فورا على المقلاية طبعا بس حس المقلاية كتير حامية بنووسها شوي ولما بحسها بردت برجع بقوية الخبزة طبعا انا ما بدي امرها بس حسها نشفيت تماما نبشيلها خلص بتكون صارت عندي جاهزة بحطه على فوتها ناشفة بكون مجهزة جنبي بعدين فورا بحطهم بكيس نايلو لحتى البخار اللي هيطلع رح يخلي الخبز يطرى اكتر بهذا الشكل شايفين ما احلاها الخبزة تلف معكم بكل سهولة والطريقة كتير سهلة والوصفة خالية تماما من اي نوع من انواع الجلوتين حتى خميرة مرضي تضيف ابدا هلا رح استعمل على الفطور لبنة هنجارية لانه دسمة عالي والكارب تبعها قليل مناسبة كمان للكيتو دايت وللو كارب وطيبة كتير يعني بنصحكم انه جربوها وبس والله يعني هي كانت كل الوصفين ان شاء الله تكون عجبتكن يا رب جربوها وتركولي رأيكم بالتعليقات ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة بحبكم كتير بشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها باي باي